اشتركوا في القناة جددت التأكيد على مواقف المملكة وحرصها المتواصل على تعميق الشركات الدولية والدفع نحو نشر السلام والتعايش والتآلف بين دول العالم لطالما شكلت كلمات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في مختلف الفعاليات رؤى النيرة يستسقي منها المتابع الحكمة والمعرفة على سبل تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي هذا ما جسدته مضامين الكلمة التي تفضل بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة والتي وصفت بأنها صوت العقل والحكمة في معالجة التحديات والخلافات والنزاعات كافة وفق منظور حضاري وإنساني ومستقبلي مدى صوت العقل والحكمة كم تفضل على هذا المنظر We all know that this conflict didn't start on October the 7th This latest escalation did But the conflict has been an ongoing, open wound in the Middle East For the past 80 years وحسب التطور التي تجعلها هكذا لا محال سيجارة أجراءهم أمتلك أنت محالة فقط صلوحة جداية وحسب تجاهل هذا الطريق سيجارة القطار لنجمع في الموضوع ونجمع في المتجارات وشفى الهدفة الجميع ونجمع فقط كلمة سمو ولي العهد التي أصغى لها الجميع استهلت بلمحة تاريخية حول مساعي جني ثمار السلام في العالم مستخدما سموه لغة قير مسبوقة لرسم تصور واضح حول مجريات الأحداث في المنطقة بكل شفافية وصراحة الأحداث في قطاع غزة نالت النصيب الأكبر من كلمة سموه التي أعطت توصيفا مهما لما يحدث من مشاهد مؤسفة في قطاع غزة من قصف وغياب أساسيات الحياة والدعوة لحماية المدنيين والأبرياء وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع وفقا للقانون الدولي فجاءت كلمة سموه حازمة فيما يتعلق بوضع خطوط حمراء للتعامل مع الأوضاع في غزة بعدم التهجير القسري للفلسطينيين وعدم استهداف المدنيين وعدم تقليص حدود غزة كلمة سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جددت مواقف مملكة البحرين الثابتة وحرصها المتواصل على تعميق الشراكات الدولية والدفع نحو نشر السلام والتعايش والتآلف بين الشعوب والدول ترجمة نانسي قنقر